أجرت وكارة الفضاء الهندية اختبارا ناجحا لأول مقوك فضائي منتج محليا وهو قابل لعادة الاستخدام وانترق الصاروخ الذي يبلغ طوله 9 أمتار من مركز الفضاء في جزيرة سرها ريكوتا قبالة الساحل الشرقي الجنوبي ويستخدم العلماء صواريخ لمراقبة عوامل مثل الهبوط المستقل والسرعة فوق السوتية وسيتم توجيه المركبة للهبوط في خارج البنغال حين عودتها إلى الأرض لكن لم أو لن يتم استردادها من قبل فريق البحث وسيتحقق الرحلات القادمة هدف الهبوط السليم على الأرض هذا وتم تطوير تقنية مقوك متعددة الاستخدام من أجل خفض تكاليف الإطلاق الأقمار السنعية إلى الفضاء